تحذير جديد للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في اليمن التحذير الذي جاء على لسان منسق شؤون الإنسانية جيمي ليدريك يقول في فحواه أن اليمنين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون المساعدات الدولية وأن خطر المجاعة يهدد البلد الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من عامين وهذا يحيل إلى أمرين الأمر الأول يتمثل بالواقع السيء بعد أن قطعت الميليشيا علاقة اليمني بالعصر فما يحدث أن اليمنين أصبحوا يعيشون في هامش الحياة البدائية فهنا لا يجد النازح في هذه الأرض القاحلة أدنى مقومات الحياة الأساسية من صحة وتعليم ما بال أن يصبح جل طموحه هو الضفر بما يسد رمقه من ماء وغذاء الاستثناء الوحيد في علاقة الميليشيا بالعصر هو السلاح آلة القتل التي وجهتها إلى صدور اليمنين ومساكنهم دون تفريق بين مدني أو عسكري طفل أو شيخ لتكون النتيجة ما تنقله الصورة من معاناة أما الأمر الثاني هو ما بدأت أوراقه تتكشف مؤخرا حيث ذهبت بعض الأطراف إلى القول أن ما تقدمه المنظمات الدولية لا يساوي شيئا أمام ما تحصلت عليه من أموال تم تخصيصها لأعمال الإغاثة في اليمن والتي وصلت إلى ما يقارب ملياري دولار وهو مبلغ كان كافيا لإنهاء قدر كبير من المعاناة بحسب مراقبين اشتركوا في القناة